هاي راح تكون موجودة وحاضرة في كل غرفة امتحانية من اول يوم امتحان يعني لما يدخلوا الطلاب على الغرفة راح تكون ورقة هاي بنفس الحجب بنفس الشكل احنا هاي الورقة المكبرة هكذا سيكون الشكل سيكون هناك تعليمات حول كيفية الاجابة استخدام قلم ورصاص ليس قلم حبر تضليل بشكل غامق الدائرة اللي بتشير الاجابة الصحيحة استخدامها لتغيير الاجابات اللي يريد تغييرها لكن المسح يجب ان يكون جيدا اذا كان السؤال لنوع الصواب والخطأ فظلم للدائرة ذات الرمز الف لتعبر عن الصواب والدائرة بال لتعبر عن الخطأ رقم النموذج يشير الى رقم نموذج الاسئلة الذي تسلم الطالب ويظل لكل طالب رقم النموذج الخاص فيه اللي هو وين رقم النموذج هاي رقم النموذج نعم هو أنا بدي عبي رقم النموذج استلم لانه ممكن يكون النموذج ان المتحارح يكون النماذج نموذج اول واحد رقم اثنين رقم ثلاث رقم اربع حس ورقة الأسئلة لما يستلم الطالب عليها رقم النموذج وعليها رقم المبحث تمام احنا خلينا نيجي لعمية التعب الأولى هون بعدين بنرجع لها ما هم بدي يبدأ هون لا أول شيء الاسم ماشي مزامة زابد لا ابدأ من اسم لا ابدأ من اسم انا كذل لأنه احنا عدينا فيديو توضيحي جميل هذا الموضوع بدأنا بكيفية عبي الطالب جميل يبدأ باسمه يكتب اسمه جميل حسب بطاقة الجلوس رقم الجلوس حسب بطاقة الجلوس تمام اسم المبحث اللي راح يتقدم إليه وفرع التعليم الحرفة هاي للفروع المهنية خاصة الصناعة والاقتصاد المنزل إذا كان حرفة بكتب حرفته جميل جدا تمام حسها بيجي شو بدي عبي ورقة الأسئلة بين يديه ووجود عليها رقم النموذج وعليها رقم المبحث تمام الآن إذا كان رقم النموذج واحد شو بيعبي؟ بيعبي رقم واحد بس هاي بيظل له بيقلم الرصاص اذا سمحت زملائنا لأنه في الورقة الثانية هاي اسم الطالب رقم الجلوس اسم المبحث فرع التعليم اليوم رقم النموذج هذا كان رقم 2 عبنا بيقلم الرصاص رقم 2 الآن بيكتب رقم المبحث طبعا المبحث عندنا مكون من ثلاث منازل رقم المبحث موجود على ورقة الأسئلة رح يكون موجود على ورقة الأسئلة مكتوب رقم المبحث وعبارة عن أرقام ثلاث أرقام جميل الآن هو يعبيه بناء على حسب الرقم الموجود يعني هنا عندنا 955 بروح على خانة رقم 5 خانة رقم 5 بعدين خانة رقم 9 طبعا التعبية من اليمين لليسار بيجي عندك الآن رقم الجلوس اللي نفسه سجلوهون بسجلهون 13474 مفراض هذا الرقم كتبوا 1347 الآن رقم 7 بيجي على خانة رقم 7 بعبيها خانة رقم 4 خانة رقم 1 خانة رقم 3 وثم آخر شيء رقم 1 يعني التعبية من اليمين لليسار فموضوع التعبية سهل جداً وهذه هي آلية الإجابة آه الآن نيجي كيف عملية العمل الآن كيف بديت عمل مع الورقة الامتحانية بيجي الآن ورقة الأسرة بين يديه بدي يعني يقرأ الأسرة ويش يتأكد أنه أول شيء في ملحوظة مهمة في بداية الورقة بتبين هنا في هذه الملحوظة أنه الإجابة المعتمدة هي ورقة القارئ الضوئي ولذلك الطالب بدي ينتبه صحيح بشكل دقيق من المياه أنه أي إجابة غير وقت القاضى ومش راح تعتمد دقيقة بدي أرجع أنه أنا الزملاء عم بنوهولي أنه المشاهدين عم بيحكوا أن الأمور لا تزال غير واضحة كيف؟ أنا بدي أرجع أقرأ التعليمات الحقيقة اللي هي تعليمات كيفية الإجابة على هذا الامتحان استخدام قلم الرصاص وعدم استخدام قلم الرمع وراح نأمن قلم رصاص وممحاء ومدراء لكل طالب لكل طالب ولكل امتحان ولكل امتحان تماما التفضيل بشكل غامق الدائرة التي تشير رمز الإجابة الصحيحة هو مثالها هذه الدائرة يعني عشان نكون واضحين معنى أن نضل الإجابة الصحيحة بعد بتجاوب على السؤال على وقت الأسئلة السؤال الأول إذا كان الجواب جيم ترقل الإجابة جيم أو أي أن كانت تكون الإجابة الصحيحة استخدام محالي تغيير الإجابات إذا أرادت تغييرها والمسيح يجب أن يكون جيدا بمعنى إذا بكتمحي بالعامية بكتمحي محل ما كتبت عدلت إجابتك إذا أردت أن تعد الإجابة بكتمسك محالي تمحي بشكل جيد بحيث أنه يختفي السواد عن الدائرة اللي أنت عبيتها واتجاوب على الدائرة الثانية وبشكل غامق وبشكل شديد جدا إذا كان السؤال من نوع بس هنا لا في صح وخطأ لا هذا نحن ما هو نجاوب على مفهوم ممكن يكون عندك 20 سؤال مثلا موضوعي وعشر أسئلة صح وخطأ بيكونوا ألف أو باء بيجاوب ألف أو باء إجابة الصح ألف وإجابة الخطأ إذا كانت الإجابة صح بدك تحط ألف تضلل الدائرة ألف إذا كانت الإجابة خطأ بدك تضلل الدائرة باء هذا النموذج ورقم الجلوس هي مسجلة هنا وتحتاج إرعادة تسجيلها في هذا الموقع وهذا الموقع تعبئت فقط ثلاثة شغلات التضليل تضليل فقط رقم الجلوس ورقم المبحث ورقم النموذج ورقم النموذج هذا بس معلش لغا وضحنا لازم يعرفوا كل شيء سعلي أنا لما تحكي كل هاي التفاصيل اليوم أنا بشرحها مش كل طلاب الثانوية العامة بيحضرونا وبتابعونا اليوم صحيح؟ مام ونأمل أنه المعظم يكون هسا إحنا دورنا كمنا فيه إيش؟ الآن أنا دخلت على القاعة أنا ما بعرف كل هذا الحال لا لا هسا بالنسبة إنا كمنا بعمل دليل كويس بفيديو فيديو توضيحي فيديوهات اثنين نزلناهم وأممناهم على الموقع الوزارة موجودين وعملناهم أيضا على كل المواقع طيب كيفية عتعبة القارئ الضوي ولذلك زيادة على ذلك كنا برضو كمان نستخدم هذا في داخل الغرفة الامتحانية كل غرفة الامتحانية منها نموذج وهذا راح يكون ملسق على اللوح يقوم معلم المراقب يتوضيحه قدام أمام الطلاب قبل بدء الامتحان المعلم سيوضح هارية الإجابة وكيف يكون طالب قبل كل امتحان قبل كل امتحان وأصلا طالب راح يدخل خمس دقائق قبل كثير لذلك الطالب الآن بس هم الطلاب يقول لك احنا ممكن نحتاج وقت هذا نستخدم جديد لا لا ما بحتاج وقت هو اول يوم إذا عرفت الطريقة خلاص هو كل يوم ماشي بس أنت بتحكي عنه ما هو ممكن عنده طالب النظامي طالب النظامي أصلا راح يتقدم لجميع المباح ماشي ماشي بس أنا افترضني اليوم نعم أنا من الامات تمام حتى ضيوف الكرامي أول أمس ذكروا بوضوح أنه ممكن نحتاج زيادة وقت أخي أعطينا ربع ساعة زيادة عن الامتحان هو أصلا فيه عشر دقائق زيادة في بداية كل امتحان هذا معروف يعني من سنوات أخذناها من عام 2013 اعتمدناه ثابتة أول عشر دقائق هي بداية هي فترة تسليم الأسئلة للطلاب اعتبرناها هذا يعتبر وقت ضائع اعتبرنا عشر دقائق زيادة عن الوقت الأصل فما في أي إضافة زمنية وقت إضافة ما في لأن الأسئلة وكل بداية امتحان سيتم شرح هذا النموذج للطلبة وتوضيحه لأنه أنت رقم الجلوس اللي بيكون عنده مشكلة طالب بده كل واحد مختلف لكن رقم المبحث والنموذج النموذج رح يختلف رقم المبحث ما رح يتغير على الجميع لا كل ما أبحث لذي رقم أما أنا قصدي في نفس اليوم في نفس اليوم نعم نغير في الغرفة الواحدة صحيح صحيح طيب هذا هذا الامتحان رح تكون نفس الاشي أربع خيارات نفسه 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 الآن كان السؤال رقم عشرة صح وخطأ الإجابة هانا شو حاطت بقى حاطت إذا الخطأ إذا الخطأ حاطت 11 بقى إذا الخطأ بس اسمح لي هون أنا طالب ثانوية عامة قذتها أدرس من أول السنة عشان أجاوب أكتب تمام تحاسبني على الجواب النهائي هيك ضع تعابي كله يعني إذا أنا ملاشت كل السؤال بحل لا 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 أستاذ العزيز هسا شكل الامتحان ما تغير كثيرا لأنه هاي أصلا بالنسبة للمتحانات بالنسبة للموضوعي نسبية نسبة عالي جدا وإحنا أصلا نحكي بصدق أصلا عندنا بنك أسلة وهذا اشتغلنا عليه من عام 2017 ونشتغل علىه أصلا فيما بعد رح نذهب لـ 2023 لاختبارات الإلكترونية هذا هو مرآة الامتحان الإلكتروني يعني بدل يكون يكونوا على الجهاز الحاسوب يجاوبوا الآن بدي يجاوبوا على قرارة ضوية